السلام عليكم اخي مختار انا صديق من الجزائر لدي سيارة CLZ N6 Essence ولدي مشكلة في انخفاض مستوى الزيت في الباوينة الاخيرة لحظت وصول الزيت من هذا المكان الى الفلتر ثم الى هذا الجهاز وجود زيت كثير هنا لم افهم السبب ذهبت بها الى كثير من الميكانيكيين كل واحد يقول سيلاندري واحد يقول لقيت صوبابو ولكن حقيقة افضل ان اخذ رأيك في هذا المشكل وشكرا بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله رأيي في هذا الموضوع انه عنده خروج زيت من البلف التبخير هذين ويمشي حتى للكولكتر متعلى دميسيون او يمشي للفلتر متعلى هوا المهم من خروج الزيت من البلف التبخير المشاكل هذية متع خروج الزيت من البلف التبخير هي لها علاقة بحالة المحرك وحالة الاستعمال متع السيارة هذه عميدة خروج الزيت من البلف التبخير والمشكل من نوعية الزيت تكون غير جيدة او ثقيلة او من نوعية غير ممتازة تعمل المشكل هذية المشكل الاول هو من نوعية الزيت والمشكل الثاني هو الافراط في السرعة نوعية الزيت تكون ثقيلة تعمل المشكل هذية والزيت فقيل ما يرجعش بسرعة للخزاني وتعالي الزيت منوطي ما يرجعش بسرعة للكارتير يعني فيفضل موجود فوق فوق الأحزان الربراكام موجود فوق ففي السرعة كبيرة ما يقدرش يرجع بسرعة للخزاني فيبقى الفوق ينفخ الرفلال يخرج البر هذه حالة من الحالات لكن هذه الحالة تصبح إلا في المحرك القديم اللي المحرك الحالة متاعه تعبة الحالة متاعه معاش فيه فايدة يعني يجب يتغير المحرك هذية وقتها يصبح فيه المشكل هذية إنما رأوا ما عنده حتى علاج ما يكتبوش عليكم ما عنده حتى علاج لا سيجمونات اللي هو الشامبر ولا ريفيزيون اللي هو العمرة ولا حتى شيء ما ينجح معها شيء إلا تغيير المحرك يعني كل الحالة اللي يتعاملوها هي مسكن لا أكثر على الأقل هي مسكن يعني كما شهرت لكم في بلف التبخير كونها ما لديه علاقة بالسلاك الزيت نفس الشيء بلف التبخير ما لديه علاقة بالسلاك الزيت عنده علاقة بخروج الزيت فقط من جهة بلف التبخير وهذا من من الإفراط في السرعة أو من نوعية الزيت إنما الاستهلاك المفرط للزيت ما لديه علاقة بلف التبخير خونة هذية متع المحرك متع السيارة هذية عنده مشكلة في المحرك متاعه رغم اللي ما خالش كم من كيلومتر كم خطعة مسافة في الكيلومتراج لكن نعرف إنه محرك قديم لابد بشي يستهلك زيت وهم يعني كل هذا من الإفراط في السرعة رأوا موجيش أكثر من الإفراط في السرعة ونوعية الزيت السبب هذا من الإفراط في السرعة ونوعية الزيت فقط ولهذا نقصه من مكلة الزيت نقصه في السرعة مع أن نفوتوش لأكثر من 110-120 ماكسيموم يعني على الآخر ونحطه الزيت ديما ما أقلش من 10-40 45-0-40 ماهيش أما 15-20 كل هذا يزيد عطين بلا يعني يزيد المشكلة أكثر تعقيدة إن شاء الله تنفعكم هذا كمهيك والسلام عليكم ونحطر مكاتو ترجمة نانسي قنقر